كوكو السلام عليكم ميني فلوغ اليوم صوب السردين سنتقسم معكم الطريقة لي سمحوا لي اخبرتكم هاد الايام ما كانش عندي الوقت نهيان باش ندير المونتج عندي بزاف الفيديوهات اللي غادي نوريكم ولكن تنسينا غي يكون عندي الوقت باش نصوب المونتج على بركة الله غادي نوريكم الطريقة لي في تحضر السردين ما تنساوش تقابونا ومعيا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد عندي قصبر ام عدنوس قطعتهم على الطريقة التوم كذلك لغادي نضيف شوية الملح شوية الكامون البابريكا او لا تحميرا تنضيف كذلك الفلفل اسود او لا الابزار نص سترونة او لا سترونة كاملة كما بغيته نخلط مزيان هاداك الخالط تنضيف شوية ديل زيت الزيتون نكون نقيت السردين ديالي من قبل نديره على الطريقة هادي تنعمر الوسط المهم الحادقات المغربية القديمة ترى ومعرفي ناتيش احنا تنبريدها باتيش اللي لماذا لا تعرفش طريقة المغربية او لا شيء واحد يلا بحرتي يتعلم ما فيها باس المهم تنبقى على هادا الطريقة هادي حتى تنكمل الكمية اللي عندي كاملة وبطابعة الحال ممكن طيبة الفران او لا بالزيت هنا يغن ضيف الزيت وغادي نقلي السردينة الدياولي غادي ندير شوية الفرينة تنمر مغوة بالطريقة تنقليه وغادي نقدم معاش الليدات مغربية اللي تنديرهم بطريقتي الخاصة وغادي نتقسمهم معي معكم عم قريب ان شاء الله ما من ايوجد السردين ديالي صحة وراحة اه تنكركم الى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة ما تنساوش تبارتاجوا الفيديو ديروا ابوني وديروا لايك الى اللقاء